استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عميد مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز وأثناء المقابلة أكد سيد رئيس الجمهورية لعميد مسجد باريس تأيده المطلق في تسيير هذا المعلم الروحي العريق مزليا له توجيهات بمواصلة جهوده والارتقاء بأداء هذه المؤسسة وذلك بالانتهاج الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف حضر لقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف ووزير شؤون الدينية والأوقاف السيد يوسف بن مهدي تشرفت باستقبالي من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحضور وزير شؤون الدينية والأوقاف رئيس الجمهورية ألحى كثيرا على علاقة مسجد باريس بالجزائر رئيس الجمهورية أزدالي توجيهات بالعمل على جعل الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا حذرة جدا ضد الراديكالية منذ أن توليت مهام عميد مسجد باريس في جنفي 2020 وضعت تدابير عديدة للحماية من التطرف لقد قمت سابقا بنشر دليل يتضمن كل الوثائق التي أعدتها وزارة شؤون الدينية والأوقاف واليوم أصبحت هذه الوثائق مرجعا هاما رئيس الجمهورية ألحى كثيرا على أن يكون الشباب والجزائرية المقيم في فرنسا وحتى المسلمين من جنسيات أخرى جدوا حذرين من هذا التطرف الذي حرف اليوم الرسالة الدينية نحن نعلم بأن الإسلام الذي تدين به الجزائر هو إسلام الوسطية التسامح والأخوة ويجب أن نكون هكذا دائما حتى في فرنسا وهي المهمة التي أوكلني إياها السيد رئيس الجمهورية بأن أحمل عاليا هذه الرسالة رسالة الأخوة من أجل إسلام مستنير معتدل وبأن لا يكون اليوم سببا في أي توتر حتى داخل المجتمع الفرنسي هي إذن رسالة سلام وأخوة حملني إياها رئيس الجمهورية لنقلها فور وصولي إلى باريس أخوة من المسيحورية لنقلها فورو وصولي إلى مدينة ترجمة نانسي قنقر